هل تعرفون شو أهم طبس اللغة الإنجليزية؟ لما رح يتعلموا WH questions واللي هم الأدوات التي نستخدمها يكونوا حاب نطرحوا أي سؤال بالإنجليزية إذا تعلمت هذا الدرس مستوى تيك في اللغة الإنجليزية رح يتطور بزاف أداة الأولى هي what لماذا؟ نستخدمها يكونوا حاب نستخدمها على أي شيء في اللغة الإنجليزية على سبيل المثال ما هو اسمك؟ What's your name؟ What's ما هو your name؟ ماذا تفعل؟ What are you doing؟ كم هي الساعة؟ What time is it؟ هنا نستخدمها على الشيء What time is it؟ ماذا تناولت في الغداء؟ ماذا تناولت في الفطور؟ What did you eat for breakfast؟ هنا نستخدمها على ما هو الشيء اللي كنت في الفطور What did you eat for breakfast؟ ما هو لونك المفضل؟ What's your favorite color؟ What's ما هو your favorite color alone؟ What's your favorite color؟ My favorite color is blue Where؟ أين؟ Where؟ ونستعملها بسؤال عن المكان Where are you؟ أين أنت؟ Where are you from؟ من أين أنت؟ أين ذهبت؟ Where did you go؟ Where did you go؟ Where did you go؟ Where is my jacket؟ أين هي سترتي؟ Where is my jacket؟ When؟ متى؟ كيكونوا حابين نسأل أي إنسان على التوقيت وإلى الوقت؟ نستخدمه When؟ على سبيل المثال، متى ستسافر؟ When will you travel؟ When will you travel؟ When will you travel؟ متى سوف تأتي؟ When will you come over؟ When؟ وقتاش Will you come over؟ متى اشتريت هذه السيارة؟ When did you buy this car؟ When did you buy this car؟ سوف نحبس من صناعة الفيديوهات But why؟ Why؟ لماذا؟ نستخدمه للسؤال عن السبب Why؟ For example Why are you late؟ Why are you late؟ لماذا ذهبت؟ Why did you go؟ Why did you go؟ Why did you learn English؟ لماذا تعلمت اللغة الإنجليزية؟ Why did you learn English؟ Who؟ من؟ نستخدمه كيكونوا حابين نسأل على الشخص على سبيل المثال، من هو صديق وكالمفضل؟ Who is your best friend؟ من هو؟ Who is your best friend؟ من صنع هذه الكعكة؟ Who made this cake؟ Who made this cake؟ من صنع هذه الكعكة؟ من هنا؟ Who is here؟ Who is here؟ نستخدمه على سبيل المثال، من في المنزل؟ من في المنزل؟ Who is here؟ كيف؟ How؟ How؟ نستمنى كيف للسؤال عن الكيفية أو حال إنسان؟ For example كيف حالك؟ How are you؟ How are you؟ كيف فعلت ذلك؟ How did you do that؟ ونقدروا أيضاً نستعملوا كيف للسؤال عن الكمية أو الثمن؟ For example كم سعر ذلك؟ How much is it؟ How much is it؟ كم عدد الصناديق لديك؟ How many boxes do you have؟ How many boxes do you have؟ How many boxes do you have؟ So let me hit this video لا تشتركوا هذا الفيديو مع أصحابكم والناس الذين يحبوا تعلم نغة الإنجليزية ستدعمونا أكثر Thank you so much for watching And we'll see you soon السلام عليكم